السلام عليكم اليوم طريقة تحفظ طبعا الصورة متحركة او الجيف اللي اشتغلنا عليه في برنامجة الاميجوري دي طبعا نحن طريقة تحفظة عادية مثل اي صورة تحفظها لكن تواجهنا بعض المشكلات اذا ما طلع عندك الجيف او طلعت تلك الصيغة حيث انك تقدر تحفظها كصورة متحركة بصيغة GIF حفظ المحسن باسم طبعا لما نجي نحفظها مثل ما انتم شايفين في عندك تحت حفظ كنوع جي بي جي لكن يقول لك صورة فقط يعني الصورة تتكلم وتشوف بنفسك انها الصورة يعني مهمة حركة فنضطر ان نورد الصورة نرجعها مرة ثانية للفتشب عن طريقة للقونا هذه ثانية بعد من نرجعها طبعا نحفظها بصيغة جيف لحفظناها بصيغة جيف حيث نفتح خيار حفظ الصيغة جيف إلى إلى برنامج إلى برنامج المجردية طبعا هيا هذا الخطوات اللي نقدر نحفظها فيه غيرنا الصيغة من هنا جيف الصورة متحركة طبعا نحفظها كمبدعية طبعا هي ما تتحرك لكن بس على أساس نغير حنا حساس نغير حنا بس صيغة الحفظ بالأمي جريدي الآن نرجعها للأمي جريدي وراح تلاحظون الفرق بين الأولى والثانية راح تلاحظون إنه تفعل لنا خيار الجيف عندنا ونقدر نحفظها كصورة متحركة ونقدر نرى هذا الجهاز اللي أعرف الضوط مثل ما أنتم شايفين الآن الصورة رجعت لنا على الامي جريدي اوكي نظل الجهاز فيه تعليق طبعا تحملون على التعليق اوكي الان رجعناها للأمجريديو وراح نلاحظ الفرق اللي صار حفظ المحسن باسم راح تلاحظون تفعل لنا جيد فاذا كنا نبي نحفظ الصورة عادية مثل ما كنا نبيها نحفظ الصورة الان راح نلاحظها ونسوي لها معايا نفتحها نحفظ الصورة من الفراغ هقر سوف يزيد حجم الصورة سوف نزيد عدد البوكسل سوف يضخم عدد كيلوبيت الصورة سوف يكبر حجمها هذا هو باختصار وأتمنى أني وفقت بالشرح وكان سهل وواضح لكم